اهلا بطلبة الصف الثالث السنوع مع اول دروس من دروس تعلم اللغة الفرنسية مع اول درس في ان شاء الله النهاردة هنتعلمهم مع بعض وهم اهم تلت فيغبات في الدرس وازاي بنقدر نفرق باختيار اللعبة الرياضية بعدهم لان الدرس بتاعنا عن الالعاب الرياضية ولازم نسمع الفيديو للاخر لان فيه معلومات مهمة جدا وتكات اه لازم نخلي بالنا منها بتيجي في ياريت نشترك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل الدروس ان شاء الله اللي حنبدأها اه نكملها مع بعض اه بسم الله يعني ايه هي اي اللعبة الرياضية احنا حنمارسها ده عنوان اه الدرس اللي هو ليسون اه الدرس الاول يونت تي اه في اول يونت عندي فيغب فيغب فيغ يعمل الفيرب ده متعلمين انه هو بمعنى يعمل ولكن هنا في الدرس بمعنى يمارس لازم قبل ما نبدأ استعمالات الفيرب مع الالعاب نفتكر تصريفه مع بعض يعني انا اعمل انت تعمل هو هي تعمل نوفيزون نحن نعمل فوفيت انتم تعملون الالفون هم هن يعملوا لازم ان احنا نحفظ تصريفات الفيرب اه كويس جدا مع بعض بكل بساطة ازاي بستعمل الفيرب مع الالعاب الرياضية فيغب فيغ لازم قبل ما بستعمل مع بعض فيغب فيغ اللعبة لازم يجي قبلي قبل اللعبة ادوات التجزئة دي دولا دي الا بستغف دي يعني بقول الفيرب وبعدين ادوات التجزئة وبعدين بقى اذكر اللعبة لازم نخلي بالنا ان الالعاب حنتعلمها مع بعض بالمذكر والمؤنس بتاعها فيغ بلوس دي دي للعبة المذكرة لو حيجي بعدي لعبة مذكرة دي لا لو حيجي بعدي لعبة مؤنسة دي الا بستغف لو اللعبة مبدوة بحرف فيل دي لو اللعبة جمع ناخد اكزامبل جي في دي تانس جي في دي تانس يعني انا بمارس او بلعب التانس جي في دي فولي لعبة الفولي الفولي بول جي في دي ريكبي لعبة الريكبي اللي هي الريكبي اللي هي الفوتبول امريكان اه كل الالعاب دي مذكرة عشان كده استعملتها مع فيغ بفير استخدمت قابليها الدي دي اللي هي المسكلة المذكرة جي في دي جولف احنا عارفين الجولف جي في دي بيانو بيانو يعني احنا عارفين اللي هو البيانو اللي هو الالة الموسيقية اي ده هو فيغ بفير مش بيجي بعضيه العبس وكمان انشطة وكمان انشطة طب بفير بيجي بعضي اللعبة بس لازم يجيب قابليه ادوات التجزئة للمذكرة دي طب لو اللعبة مؤنسة جي في دي لا جيمينيستيك اللي هي الالعاب البدنية دي لا شاس جي في دي لا شاس اللي هي الصيد جي في دي لا بوكس اللي هي لعبة البوكس الملاكمة جي في دي لا دانس دانس هنا نشاط يبا ملخص فيغ بفير انه هو فيغ بفير بليس ادوات التجزئة ابليس زائد اسم الرياضة او النشاط اللي انا كان النشاط ده جماعي او فردي بمارسه بشكل منتظم طيب لو اللعبة الرياضية اللي بلعبها ما بدوها بحرف متحرك بقول جي في دي لا ايكيتاسيون ايكيتاسيون يعني الفروسية ما بدوها بحرف فويل جي في دي اسكلاد اسكلاد يعني اللي هي التسلق الجبال جي في دي لا ايكيت اللي هي انا بذاكر المذاكرة او الدراسة طب لو الالعاب جمع طب الفون يعني هم بيعملوا دي غاندوني غاندوني اللي هو السير لمسافات طويلة اوكي طيب عندي هنا لو انا عايزة انفي نيجاسيون الجملة اللي فيها فير بلوس اللعبة اللي انا بلعبها يبقى بحول ادوات التجزئة اللي هي دي لا وده اللي ابوستغف وده بحولهم لده وده ابوستغف في حالة النيجاسيون نافي وده معلومة مهمة جدا نخلي بالنا منها ناخد اكزامبل ازان انا بن في الجملة اما اقول تي في دي غيكبي تي في دي غيكبي يعني هل انت بتلعب لعبة الفوتبول امريكان لما اجي انفيها هقول نو جي ني في با يبا هنا حطيت للفيرب الفير ما بين الني والبا ادوات البا ادوات النفية وكمان حولت الا واهم معلومة عندي باللول الازرة عملتها ان انا حولت دي ادات التجزئة اللي هي بعد الفير حولتها دي غيكبي نخلي بالنا من جدا من المعلومة المهمة دي ده اول فيغب النهاردة معانا بلخصه ان هو فيغب فيغ بتعلم تصريفه وان هو ادوات التجزئة وبعدين اللعبة الرياضية معانا تاني فيغب النهاردة في الحلقة فيغب جوي فيغب جوي بمعنى يلعب اه هنا هقدر افرق فيغب جوي ده مجموعة اولى هسيبلكو لينك في الديسكريبشنز في صندوق الوصفة ياريت نكتف في الكومنتات هسيبلكو لينك اه فيديو المجموعة الاولى هلتراجعوه مع بعض ازاي بنصرف افعال المجموعة الاولى ان احنا بنحزي في ال اي اغ وبنضيف النهايات الترمينيزوم هنا ازاي ان انا بميز لو جابلي في الاتشوز او في الاختيار ما بين فيغب جوي وهو فغب فيغ اه هنا في فرق اللى هيفرقلي الادا الملى ادوات التجزئة اللى هى الدي والدي والدي ودل اوidy اما فيغب جوي اللي علي اللعبة الرياضية لازم يكون بعدي مع اللعبة المؤنسة مع اللعبة المبدوقة بحرف واللعبة الجمع ناخد اكزامبل ونطبق مع بعض يعني انا بلعب بكرة القدم عندي او دي مهمة جدا عشان لو جبها لي في لتشوز هاخد اكزامبل تاني لو اللعبة مؤنسة هاخد معها ايه جوجو على بي تونك بي تونك يا جماعة دي اللي هي القرة الحديدية دي لعبة القرة الحديدية جوجو على بي تونك يبقى هنا لازم نخلي بالنا نحفظ اللعبة بالتأنيس والتسكير بتاعها يبقى كرة القدم مسكولة مذكرة اما البي تونك اللي هي اللعبة القرة الحديدية لغة لعبة مؤنسة طيب جوجو او دومينو دومينو يعني بلعب دومينة وهنا جمع خدنا معاها ال او طيب امتى امتى فيغ بجوي هيجي بعديه ادوات تجزئة كده انا هتلخبط بينه وبينفر لا مش فيه لخبطة ولا حاجة مش فيه لخبطة فيغ بجوي جوي جوي بيجي بعديها الباختتيف ادوات التجزئة لما ييجي بعديها اللي هي الالات الموسيقية يعني لعبة موسيقية بقى بلعب لعبة موسيقية مش العاب اللي هي البدنية اما قول فيغ بجوي بليس دي ودي لا ودي لا بستغوف طبعا لو كانت اللعبة بعديه مذكرة او الالة المساكلة لانا بلعبها مذكرة ولا مؤنسة ولا مبدوها بحرف متحرك طب جوي لحالتين الحالة الاولى بيجي بعديه ال او والالة والالة ابستغوف لو بعديه اسبوخ رياضة اما لو جاب عديه لعبة موسيقية اسم الى موسيقية ففي الحالة دي بستعمل البغت تي في ادوات التجزئة ناخد ده في الالكزامبل ونوضحه مول جيجو وديبيانو جيجو ديبيانو عارفين البيانو دي او الى موسيقية مذكرة مسكولا خدنا بعديها الدي جيجو دي لا جيتار الجيتار احنا عارفينه الجيتار عندي او الى تانية مؤنسة دي لا الترومبت الترومبت طيب اه لو الى مبدو بحرف في المتحرك جيجو دي لا اوغ عارفين الارج الالة الموسيقية الارج طب هنا خلي بالنا من معلومة مهمة جدا جدا احنا اتفقنا ان ادوات التجزيئة في النجاس وفي النفي بنحولها لده وده ابو صغف هنا خلي بالك واحذر التنسيو انتبه هنا ما بحولهاش مع جوي بغب جوي ابليس الالة الموسيقية ما بحولش ادوات التجزيئة بدنها زي ما هي في النفي زي ما هي في الاسبات اما قولك تي جو دي بيانو هل انت بتلعب بيانو المفروض ان انا ما اجا انفي هقول نا يعني انا لأ ما بلعبش بيانو هنا خلي بالنا باللون الازرق نزلت الاداة زي ما هي ما حولتهاش اما مع فيغ بفيغ بتتحول نخلي بالنا بالمعلومات دي مهمة جدا معنا التالت فيغ بالنهاردة معنا في الدرس فيغ بغاتيكي وده اسهل بكتير جدا من فيغ وجوه ده مجموعة اولى طبعا تصريفه سهل هترجعوا للفيديو المجموعة الاولى ده علشان استعمل بعدي اسم الرياضة سهل جدا بس تعمل بعدي ادوات معرفة احنا عارفين ليه زي اغتيك دي فيني ادوات المعرفة اللي هي اللي واللا والإنه أباستغف حسب نوع الرياضة مذكرة ولا مؤنسة ولا مبدوها بحرف فيل طبالفيرب ده ما فيوش لخبطة خالص اول ما شوف ان عندي ادوات معرفة بعدي الرياضة بستعمل فيغ بغاتيكي ومارس ناخد ده في الالكزامبل اما قول يعني انا بمارس البسكتبول او بلعبها دي لعبة مسكولة مذكرة نخلي بالنا يعني انا بمارس او بلعب نتاسيو سباحة جي بغاتيك لا ايكيتاسيون الفروسية يبقول الالعاب ديت لو جاء قبلها ادات معرفة بستعمل معها فيغ بغاتيكي يمارس ويلعب طبعا دي فيغ بات احنا متعلمينها من السنة الفاتج فيغ بيمي يحب فيغ بغي فيغي يفضل فيغ بادو غي يعشق دي دي ستي يقرأ ومعهم بغاتي كله احنا لسه اقلينها الفيربات دي يا جماعة كلها بيجي بعدها ادات معرفة ما بحطش بعدها ادوات تجزاءة ولا اه ادوات مضغمة اي مي تاني حقولهم اي مي يحب بغي فيغي يفضل ادو غي يعشق دي دي ستي يقرأ الفيربات دي كلها عشان يجيب بعديها رياضة بيجي بعديها ادوات معرفة ناخد اكزامبل مولك جيم لفوتبول انا بحب الفوتبول هنا خدت لين الفوتبول المسكولا مذكرة وقابلها فيغ بيمي من الفيربات اللي بياخد ادوات معرفة نخلي بالنا من احنا اخدنا فيغ بجو طب ايه الفرق بينها وبين سي جوي و سي بغاتيكي امتا بستعملهم سي جوي و سي بغاتيكي انا بحط قبل الفيرب الس بحط قبل الفيرب الس هنوضحه في الاكزامبل لما قولك جي جو أو باسكت بول سي سبور سي جو افيك ام بالون اي ام باني يعني انا بلعب لعبة الباسكتبول هزيه الرياضة تلعب مش بمارسها كلمة تلعب مع بيجي بعدها بعدها بغ بافك افيك مع حرف بغيبز السيو حرف جار بتلعب انا بستعملها ايه عشان العبها بلعب بالكورة بالون وباني اللي هو الباسكت اللي انا بحط فيه الباسكتبول سي جو وي وي سي بغتي كلا وجاجة قبل بالسيو معنى كده ان هي يلعب او يمارس بواسطة الادوات اللي انا حميرسها بيها عشان نقلعب باسكتبول او فوتبول محتاجة مثلا شبكة وكورة يعني انا بستعمل سيو يبا انا بستعمل الادوات اللي انا بستعملها في الرياضة هزي الرياضة سي جو بتلعب مع او بواسطة بالون كورة بني الباسكت طب بستعملها لو بعديها اللي ومكان سي جو سي بغتيكي يعني تلعب وتمارس فيه مثلا في 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 الملعب في المكان اللي انا بلعب فيه ممكن لغوت في الطريق زي السيكليسم الدراجات هقول لفوتبول سي جو سير لوت خان دي سبور يعني ملعب الكرة يعني ملعب كرة القدم نخلي بالنا لو يعني تلعب وتمارس يا اما بقول المكان يا اما الاداة اللي انا بلعب بها ناخد اه تاني لما قولك ليه فوتبول كرة القدم يعني بتلعب بالرجلين يعني الاعضاء الجسم اللي انا بستعملها في اللعب رجلية ولا ادية تمام تبا لو الفيرب بجاء بليه كلمة معنا يمارس او يلعب بقول المكان او الاداة اللي انا بستعملها او الجسم اللي بستعمل اللعبة دي بلعبها بجسم باداية ولا برجلية تمام نخلي بالنا من معلومة المهمة جدا اللي انا هقولها دلوقتي الفرق الفرق لسه قالين كلمة انتغيني 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 اه انتغيني احنا قلنا الفرق بين المحط قدام الفرب يعني بمعنى انتغيني يدرب اما انتغيني يتدرب ناخد اكزامبل ونوضح خلي بالنا من الكلمة دي يعني المدرب انتغين يدرب لجوار اللعيبة شفت خلي بالكم من الفرق طيب لو حطيت قدامها سي بقى فرق بزودة ميرين هقول لجوار سانتغين سانتغين لا تنطقش في اخر الفرق يعني اللعيبة بيتدرب اربع مرات في الاسبوع خلي بالكم لو حطيت الفرب بالس بقى زودة ميرين معنا يتدرب يبقينا بتجيلنا فلوتشوز ونخلي بالنا منها يعني اللعيبة بيتدربوا اربع مرات في الاسبوع نخلي بالنا من الكلمتين دول الجيمانيز والجيمانيستيك الفرق بينهم كلمة جيمانيز بمعنى صالة الألعاب ما بتختصر شي ما بختصر هاش اما جيمانيستيك اللي هي حصة التربية البدنية وهي مؤنس لها اختصار وهي مؤنسة دول جيم لو قلت جيم طب مؤنسة مختصرة وهي مختصرة اما هي بتبق مذكرة المعلومة المهمة جدا معايا نخلي بالنا منها النهاردة احنا متعودين وعارفين ان ال ال من الحروف المتحركة فدايما طبيعي لو جاء قدام حرف بيبقى ابوستغف بتعمل ابوستغف هنا المرة دي مع فيه عندي اربع كلمات هنا عندي تلكي لعبة الهوكي والهاندي بول اللي هي الواند بول التلات العاب دول نخلي بالنا منهم ان الاي ما بتتحول ش ابوستغف قدام القاش والجريك دي حالة خاصة ملحوظة نخلي بالنا منها دوب بكلمة لي يوجا ولوكي اللي هي لعبة الهوكي ولاند بول لا نحسف حرف الاي من اداة المعرفة يا ريتي عاجبنا الفيديو وما ننساش اللايك ونشيره لكل صحابنا ونعمل سبسكرايب للقناة ونكتب في الكومنتات اوغو وار